أهلاً بكم من جديد في الرباط عريضت مؤخراً مسرحية الشمس للمخرج أمين بودريقة في قاعة باحنيني العرض يحاول الغوص في قصص نفسية معقدة تروي حالات إنسانية تتجلى في جميع شخصيات العرض التي تطرح أسئلة ليس بهدف إيجاد إيجابات لها إنما لتسليط الضوء على هذه الموضوعات المسكوت عنها منها الاقتصاب داخل مؤسسة الزواج واكتئاب ما بعد الإنجاب منامنمات كان حاضراً في العرض والطقاء مخرج المسرحية لنتابع الدور ديالشمس هو الدور ديالوحد المرأة كيف قلنا كتعاني منوحدة ترابات نفسية كتيرة كل مرة وكيفاش كنشوفها مرة ضحكة فرحانة كتشطح كتتعصب كتبكي حالة نفسية الصعيبة اللي غتوصلت لها تدير شي حوايج فوق طقتها وبتغييب من العقل ديالها ما كتكونش حاضرة شمس واحد شخصي اللي كيسحب لها كيتهيئ لها أنها إنسانة عادية وكتدير كل شي كتقوم بالواجبات المنزلية ديالها كيف خاصة كتوكل ولدتها كتردعهم كتقدرها كتخيط كتحاول تعاون رجلها ولكن في نفس الوقت كل شي كيتتضرب لها في الزيرو حيط عندها واحد الرجل اللي هو خيب رجل اللي بالنسبة له أن الرجولة هي هذيك وأنه يتحكم ويكون سلطوي ويقول لك أنتي ولو مرأ مرأ خاصك تكون راجل كباب لأرقه هي كتدير كل شي المستحيل الكامل باش تساعده ويضحك ويضرب لها كل شي في الزيرو بالنسبة للمسرحية الشمس هي المسرحية اللي شافت الولادات ديالها في الفترة ديالكورونا في هذيك في هذيك الوقيتها كانت لي صديقة كان عندها مشكل ديالكتئاب من بعد ولادة وكنا كانت حدو كتير أنها كانت بدأت تكرهها الأطفال الطفل ديالها في هذيك الوقيتها ومن هنا جاءتني هذي الفكرة دياله هذي الموضوع ديال الاكتئاب بعد الولادة شنو هو السبب دياله الحقيقي من ثم ما هدرنا على أنهم واش عنا الحق أننا نختاروا من ما يكونش عنا أطفال ولا معناش الحق والمجتمع هنا يبدئت هنا كنفكر في هذي الموضوع ديال الاغتصاب في مؤسسة ديال الزواج وبقاو هذي التيمتين كنفكر فيهم والشمس الشمس هي العنوان ديال المسرحية وأن هذي الشمس هذي اللي كات الحرارة ديالها كتقدر تطفي الحب وكتقدر تطفي بالزاف ديال الأحاسيس شخصية عزيز هو زوجة شخصية رئيسية شمس وكيمتل المجتمع الرجولي بصيفة عامة واللي طريف في تركيبة ديال المسرحية وأنه شخصية اللي كتمتل المجتمع الرجولي هي شخصية هي أقلية ذكورية فصل المسرحية اللي كيم ما غاد شوفه وكيم ما غي شوف الجمهور الأغلبية فيها نسوية على الأقل في الفريق الفني هذي الشخصية هذي كيم ما قلت كتمتل المجتمع الرجولي ولكن بلا ما نعطيه واحد صورة سودوية للرجل واحد صورة يعني باش نرطوه شرير ونرطوه خيبوا لهذا هو الشخصية عنده الأسباب دياله عنده عنده أهداف دياله في الحياة عنده طموحات الإحساس دياله أو العلاقة دياله مع الشمس هي علاقة تحب في الأول ولكن تتحول مع السنوات ومع الحياة اللي كيعيشوا إلى علاقة سامة نوعا ما لأنه كيكتشفوه هما من بعد أن الأهداف دياله ولا الانتظارات دياله من العلاقة ماشي بحل بحل